يعني إحنا في حلقة سابقة قلنا عن الأدلة على وجود الله وبهاي الحلقة هل الإيمان المسيحي هو معقولة لو بلاك تعمل هيك شيء تلخيص في دقيقة أو أكتر شوي إلا عاوز توصله لكل مشاهد يعني اللي عايزين نوصله يأسيس نظار هو الآتي إن الله موجود والأدلة على وجوده قوية ودامغة جدا 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 ولو خدنا مبدأ الإلحاد إن الله مش موجود ونحاول نفسر العالم العلم هيقف ضدنا لإن الحياة تأتي من حياة فمنقدرش نصنع حياة من متفاعلات كيموية فلازم نفهم إن فيه إله خالق وهذا الإله الخالق إله فادي أيضا وده جمال بقى الإيمان المسيحي ليه؟ لأن عشان أعرف الله الخالق بس ده شيء مرعب لأن أنا ما نفستش وصياء فأنا هترعب إن أقبله لكن الإيمان المسيحي بيقدم الله الخالق والله الفادي أيها علشان كده الإيمان المسيحي معقول الأدلة على وجود الله معقولة وحقيقية الخطوة بقى العملية إن أنا أستمتع بهذا الإيمان فمش كفاية إن أنا أسمع وعرف كيف أستمتع بهذا الإيمان ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب دوق بقى عارف ممكن يبقى الشاف اللي بيعمل أكل محترم يكون عنده أنيميا ما بيدوقش لكن أنا لازم أدوق وأعيش هذا الإيمان ودي الخطوة العملية بقى المهمة فأنا لو أنا جعان ما تدينيش كتابة عن المعلومات الأكل والغزة والفيتامينات والكربوهايدريتس ممكن أقرأه وبقى عارفه كله في مخي بس أنا مش شابعان أعمل سندويتش وأكله ويبقى شبعت فالإيمان بقى من الحلقتين اللي احنا عملناهم مع بعض يا أستيس نزار عايزين نوصل الأدلة على وجود الله دامغة عملاقة وإحنا قدمنا جزء وفيه أجزاء تاني كتير اللي عنده أسئلة نرحب بيها بالمناسبة الإيمان المسيحي بقى إيمان عاقل وإيمان عملي وإيمان ممكن جدا يخلي حياتي تتغير بس علي أن نحط الإرادة لأنه يشمل الفكر يشمل المشاعر يشمل الإرادة أمين 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 ربنا يباركك أخ ناجي فعلا ربنا يباركك وأنا بصلي من كل قلبي أنه يتجاوبوا مع هذه الرسالة العملية كمان يعني مش بس نظريك رسالة عملية وأنا بشجع أن يفوتوا على الحلقات اللي مضت عملناها مع بعض حتى تتكون فكرة أكبر عن الحلقات اللي أكدت فيها بكل مصادر ووثائق يعني فعلا أن وجود الله وأن وجود الله في حياتنا بيتفاعل وبيتواصل أيضا مشتاركنا ربنا يباركك يبارك خدمتك وشكرا جزيلا وربنا فعلا يستخدمك إخوتي وأخواتي مش عارف يعني كي بدأ أقول الكلمة مستصعبها ولكن هذا رأي الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله فسده وطبعا الكتاب المقدس بعلمنا أنه إحنا في حرب روحية لأنه عم بغيره كل المعايير وكل المقيس قاله لا الله أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر والكتاب واضح أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض فإذا أحبائي والسماوات تحدث بمجد الله والكتاب بعلمنا أنه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان متى كامل طاعتكم فإذا هذا يحتاج إلى إعلان إلهي لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح وبأكد لك ملايين من الناس والعلماء اللي صدقوا وآمنوا وأصبحوا مسحيين وهذه صلاة أنك اليوم تؤمن وتثق في الكتاب المقدس وتحط ثقتك في يسوع المخلص اشتركوا في القناة